موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سهرة من القصيم وسهرة هذه الليلة من محافظة عيون الجواء على يميني سعادة محافظة عيون الجواء الأستاذ محمد بن عبدالله بن حجاج مسك الله بالخير أبو سعود الله يمسيكم الخير حنا سعداء وجودنا اليوم بعيون الجواء وأنا كذلك سعيد والله واش تحدثنا عن المحافظة طال عمرك أول الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عن محافظة نالت نصيب كبير في شتى المجالات الحمد لله ونرجو الله أن يحفظوا لاتامرنا اللهم على وأن يغفر المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي وحد هذه البلاد وجمع شتاتها وأمنها وجعل في خلفه البركة ومنحهم النصر والتمكين فالمحافظة الحمد لله خطت خطوات كبيرة في شتى المجالات الصحية والعمرانية والتعليمية والزراعية الآن المحافظة جميع الإدارات الحكومية موجودة فيها نعم فروع الوزارات والإدارات الحكومية فيها نعم إلى الكلية فتحت فيها نعم فالدولة عزا الله بالإسلام لم تقصر في شيء بل بل كل مناطق المملكة خطت خطوات كبيرة في عهد سيدي خادم الحرامين الشريفين حقض الله وسمو لي عهده خطوات خطوات كبيرة وفي شتى المجالات الصحية المدن الصحية والعمرانية والزراعية والتعليمية فالحمد لله الآن نحن في نعيم الحمد لله وفي فضل كبير الحمد لله ثم فضل هذه الدولة التي أرست الأمن قبل كل شيء الحمد لله أرست الأمن ثم جميع متطلبات الحياة وفرطوا للمواطن الحمد لله وهذا من فضل الله والمواطن يعتبر نفسه أنه مواطن هو الدولة يداً واحدة نعم لا فرق بين هذا يعملون لما تريد دولتهم نعم من رقي وتطور وازدهار نعم فالحمد لله محافظتنا الآن محافظة تعتبر متميزة والفضل لله سبحانه ثم وتمرنا والفضل لصاحب السمو أمير المنطقة حفظه الله وسمو نائبه الذين يواصلون ليلهم بنهارهم لإسعاد هذه المنطقة الحمد لله وتقديم الفضل الخدمات والرقي بها والحمد لله المنطقة القصيم كما تشاهدتم أنتم إنهم المناطق المتميزة في مملكتنا الغالية الحمد لله عدد سكان محافظة عيون أجواء والله عدد السكان أكثر من ثلاثين ألف نسلة نعم هي والمراكلة المرتبطة بها نعم والمساحة من منطقة القصيم حتى حدود منطقة حايل ما شاء الله نعم نعم ما قصر طال عمرك الله يطيك العافية الأستاذ صالح بن عبداله الضالع رئيس بلدية عيون الجواء السك الله بالخير الله يمسك بالخير وحياكم الله وأنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء ودي تكلم لي عن بلدية عيون الجواء نشأتها المشاريع اللي قمتوا فيها البنية التحتية تفضل حديثك طبعا محافظة عيون الجواء تعتبر من المحافظات المتميزة نظرا لموقعها المتميز أصبحت الحمد لله في الآن الأخيرة منطقة جذب نظرا لكثرة العمران فيها ووفرة المياه ويعني المزارع المحيطة بالمحافظة أنشأت بلدية محافظة عيون الجواء أنذاك مجمع في عام 1399 وحولت من مجمع إلى بلدية في عام 1421 البلدية البلدية كغيرها من البلديات حظيت الحقيقة بنصيب وافر من المشاريع ولخدمة المواطن أينما كان سواء في المحافظة أو القرى أو الهجر حقيقة في الأول الأخيرة حظيت البلديات عموما بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة أيدها الله المشاريع هناك مشاريع نوعية وهناك مشاريع كمية فمن المشاريع النوعية بدأت البلديات عموما بالجانب الترفيهي بإنشاء المنتزهات والسحات البلدية والملاعب الخاصة للشباب أيضا المباني والمرافق والأسواق حقيقة المشاريع كثيرة جدا نحن في هذا الموقع الآن في ميدان اعتفالات من ضمن مشاريع البلدية التي اعتمدت أخيرا والحمد لله انتهى العمل فيه مشروع ميدان اعتفالات والذي يضم ثلاث صالات رئيسية ومسرح يتسع لأكثر من خمسمائة شخص والصالات كل صالة تقريبا مساحتها ألف متر لخدمة الاحتفالات في المحافظة سواء لاستقبال ضيوف المحافظة أو إقامة أي مناشط أو أي ندوات أو أي محاضرات في المحافظة هناك أيضا مشاريع مشاريع السفلة والإنارة مشاريع الحدائق والمنتزهات مشاريع مضامير المشاهات مشاريع أيضا لدينا مشروع ترميم البلدة القديمة والبلدة القديمة يعني تعتبر من أكبر البلدات القديمة أو التراثية في منطقة نجد وزارها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ويعني ضمها من ضمن القرى التراثية في المنطقة بدأت البلدية بترميم بعض المواقع في البلدة القديمة مثل الجامعة القديمة ومثل مدرسة الكتاتيب والمدرسة الأولى وبعض أيضا العمل جاري حاليا في بعض ترميم بعض الممرات وبعض المنازل وحقيقة البلدة الآن يعني أصبحت يعني منطقة جذب لهالي المنطقة وعموم يعني المواطنين الذين يفيدون إلى محافظة عيون الجواء يتبع البلدية طبعا عدد من المراكز يعني مراكز يعني قريبة من المحافظة تابعة لمحافظة عيون الجواء تخدمها البلدية المشاريع كما أسلفت سواء مشاريع من منتزهات وحدائق ومضامير مشات ومباني ومرافق وأسواق تجارية الميزانية العامة العام الماضي اعتمد أكثر من سبعين مليون ريال لمشاريع البلدية ومشاريع متفرقة طبعا الحمد لله يعني كلها طرحت والآن يعني سلم بعض المقاولين لبعض المواقع وجاري العمل الحمد لله يعني على قدم وساق لنسابق الزمن والاستفادة من هذه المشاريع التي توليها حكومتنا الرشيدة أيدها الله بالنسبة أنت قلت لي عن البلدة القديمة نعم والاحتفاظ فيها أو محاولة الاحتفاظ فيها بشكلها القديم البلدة الجديدة أو المخططات الجديدة التي طلعوا لها الناس كيف قدرتوا تقنعون ما شاء الله الأصحاب الأملاك في القرية القديمة أو البلدة القديمة أنتم تخلونها معلم سياحي طبعا يميز البلدة القديمة في محافظة عين الجواء أنه لم تعق التنمية فبالتالي أصبحت في منطقة واحدة يعني يسهل السيطرة عليها وقناعة الأهالي بالخروج بعد قروض بعد صندوق التنمية العقارية وبعد توزيع المخططات السكنية الأهالي اضطروا أنه يخرجون من البلدة القديمة إلى البناء الحديث والبناء المسلح في المخططات الجديدة وبالتالي أصبح لزاما على البلدية أن تقوم بترميم هذه البلدة بالتعاون أو بمشاركة مع هيئة السياحة والأثار نعمل كفريق واحد لمحاولة يعني الإبقاء على النمط العمراني القديم وأيضا المحافظة عليه حتى يكون يعني أو تكون هذه البلدة منطقة جذب نعم بالنسبة لزوارها هل هم من أهل المنطقة من خارج المنطقة من المحافظة قامت البلدية بتهيئة موقع للضيافة في يعني وسط الحي القديم وتستقبل الضيوف سواء من داخل المحافظة أو من الأهالي الذين يفيدون للمحافظة في مواسم الإجازات وحقيقة لقينا منقطع النظير يعني الأهالي يتوافدون مع أطفالهم ويعني متحمسين لعمل البلدية لإعادة هذه البلدة إلى ما كانت عليه إضافة إلى أنه نحاول نحن وهيئة السياحة لإقامة بعض المناشط وتفعيل هذه البلدة أيام الأعياد كمهرجانات أو كسوق حرف لأيضا يعني تحريك هالبلدة القديمة وأيضا تشجيع بعض المواطنين ممن لهم يعني أملاك خاصة أو منازل قديمة لإعادة ترميمها وتأهيلها للاستفادة منها وايضا يعني الاستماع أو الاستمتاع بوقت جميل في هذه البلدة ما قصرت الله أعطك العافية الله السعادة عبد الرحمن بن عبدالله الرباح أنت ما شاء الله معني بتاريخ المحافظة ودي تحدثني عن المحافظة بالطريقة اللي أنت تشوفها يعني عيون الجواء أول ما تسمع ذكر عيون الجواء أو تقرأ في كتب يتبادر إلى ذهنك التاريخ القديم لأنه من عبق التاريخ عيون الجواء بلد نشأت من أيام العصر الجاهلي وقد يكون أحد الشواهد على هذا عن تارث بن الشداد أحد أبناء هذه البلدة حيث أنه قبيلة عبس استوطنت البلدة نعم فالبيت المشهور العنطر والشداد دار عبلته بالجواء يتكلم وعيمي صباحا دار عبلته وإسلامي فهي من قبل هذا التاريخ وإثاره لا تزال شاهدة على قدم البلد عيون الجواء سميت الجواء منطقة تعتبر منخفضة فأخذتها الاسم هذا من انخفاض المنطقة نعم لهذا كلمة الجواء شملت جميع البلدان التي تقع فيه هذا المحافظ من الأرض استقلت كل بلدة باسم منها عيون الجواء أخذت هذا الاسم نسبة إلى منطقة الجواء أخذت عيون فعيون من اسمها تفهم إنها اشتهرت بعيون الماء نعم فحنا يمكننا أول ما طلعنا بأول عمرنا نسمع عين عبس نفوذ عبس بس ما نفهم ما ندري وش نعم عرفناهم بعد ما بدأ التاريخ وبدأ العلم قبل ما كان العلم موجود بيننا ولا نعرف الأسياء هذه نعم لكن اسم توارث من القدم ولا يزال موجود عين عبس لا تزال موقع موجود نفوذ عبس موجود موجودة داخل المحافظة بعيدة على المحافظة بالبلد القديم بالبلد القديم يحد البلد القديم من جهة الشمال تقريبا نعم لا يزال موجود الشواعد هذه فنشأت بلدة قديمة وتوارث والأجال على البلد تقع طبعا يونجوا مثل ما أشار سعاد المحافظة والدنا الله جزو خير تقع في الجانب الغربي الشمالي من منطقة القصيم وهي تغطي كل المنطقة حتى حائل نعم غرب القصيم يونجوا بلد من البلدان القديمة واللي اشتهرت عبر التاريخ بعدة اشتهرت طبعا أول شيء باتساع منطقته وخدمتها للمنطقة الشمالي من القصيم اشتهرت بالعمران بلد من القديم يعني الشواهد العمرانية القديمة قديمة جدا لا تزال باقية الجامع القديم بالبلد يمكن اللي احنا نعرف بس تاريخه من أم 1257 تقريبا نعم ورم ممكن مرتين رمم عام 325 ورمم عام 1430 بسط البلدية ومشروع الله اجزاهم خير نعم كمعلم تاريخي نعم ولا ما يستخدم الصلاة لأنه صار بالبلد القديم بعيد عن المصلين الأماكن هل فيه أثار موجودة بناء الآن في في الأماكن القديمة الأثار القديمة وش اللي باقي منها بالضبط الآن الأثار قديمة بالنسبة عن تاريخ من الشداد موجودة الصخرة نعم في جزء الشمال عن الجو بموقع غافل جوا بلد من بلدان الجوا نعم لا تزهزل في موجودة الصخرة وعلى الكتابات وعلى الكتابات نعم واهتمت بها كتابات عربية كتابات شيء لا لا تعرف كتابات ترجمت نعم لا تحضرني شيء منها الآن لكن الآن صار تحت اهتمام هيئة السياح الله أجزاء بخير نعم سمو الأمير نعم ومحميها الآن وعليها حماية واهتمام جديد وبعض صار لها متابعات من الآثار القديمة أبار المال حين قلنا عيون الجو اشترت بالعيون نعم أبار المال من تشرب شكل كثير جدا بالعيون أبار يمكن طريقة حفرها يمكن يا الله بالعصر الحديث تحفر بهذه الطريقة اللي يخبرها الآن عجيب أهي الأرض صخرية هي صخرية عيون الجو صخرية من من تقريبا تاحذ متر من التربة إلى مترين تبدأ الصخر بعيون الجو وصخر صلب ومحفور يعني بعلم وقدرة عجيبة جدا يعني حنا يمكن بعد ما شفنا العلم الحديث عرفنا أنه في شيء يقدر حفل من هذا الصخر ولا قديم مستغربين وشون حفرة هذه ومقاساتها والهندسية الإجابة الهندسية فيها نعم الأبار هذه موجود بها بينها شيء اسمه مشقوق أو مشقيق عبارة عن أنفاق النفق يصل البير هذا بالبير تلقى الأبار بينهن مئة متر مئتين متر حين أصل يمكن مئتين وخمسين متر محفور بينهن أنفاق نحن نعرفه نسميه المشقوق المشقوق مخوضتهم اعتباره من معنى الشك تصل قنوات تصل البير بالبير تصل ما هو كل الأبار من بعضها لكن تلقى بعض الأبار بينهن المشقيق هذه المشقيق هذه بعد ما حفرت صار إنشاء عليها المنازل نعم صاروا أهل المنازل برضو استفيدوا يسمون فتحة على المشقوق هذا يخذون ما يستخدمون الدلو نعم الجلب المال البيت نعم وهذه المشقيق يمكن السبب الرئيسي عشان تسوي خدمه بين الأبار والسبب طبعا الأبار لما حفرت موجود ينبيع الصخر تحت ينبيع تلقى ينبع هنا وهنا وهنا فهذه المشقيق هذه برضو يتخدم ثراء الماء ثراء الأبار هذه بالماء نعم فلا تزال الأبار موجودة وشاهدة نعم على قدم البلد نعم من أثار القديمة بالبيت طبعا الجانب الأمني فيه مثل مرقب موجود بالألد مشهور جدا نعم والبلد المرقب هذا دوره كان لما يصير فيه مثلا حالة الأمن ما هي جيدة البلد عيونها جاءوا مثل سار بلدان يعني حموا بلدهم ويتموا بحمايته وحراسته فالبلد منخفضة فوجد المرقب وهذا أنشئوا في مكان عالي بالبلد مهمته أنه أثناء الخوف يصير فيه شخص مناوب بالمرقب نعم يجلس على سطر المرقب مكان برتفع حيث أنه يشاهد أماكن بعيدة من البلد نعم وكان يحمل علم لما يلاحظ مثلا أنه فيه خوف أو غزو أو شيء مجهول يروح يوجه العلم إلى الجهة هذه نعم شمال جنوب غرب شرق لما شاف العلم مرفوع مميل يدنون أنه فيه شافيين يستعدون نعم يستعدون البلد بالحماية ويستعدون للجهة اللي هو أشار عليها المراكب هنا نعم ما قصرتنا بني أرجع لك برحبت يعني رداء ها ها اللي يقول ذا اي مثل الرداء نعم اي الحديث نعم فيه شخص يوجه هنا جاكم مشاطك لجه اي بس الله يحفظ الله الحمد لله يا رب لك الحمد لله اللهم أمين اللهم أمين الأستاذ عبد الرحمن بن صالح الضالع أستاذك الله بالخير أرام أستاذك الله بالخير أنت من شاء الله عليك مسؤول عن جمعية البر نعم وحنا ولا الحمد في المملكة بشكل عام حب الناس للخير وحب الناس ها التكافل وها التكاتف ولا الله الحمد اللي بيننا شيء ولا الحمد يثلج الصدر ودي تحدثني عن جمعية البر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه سلام عليكم جمعية البر الخيرية بمحافظة العيون الجوع قديمة وتأسست منذ عام 1407 وهي قائمة إلى الآن تمارس العمل الخيري فيها مجموعة من الإخوان عضاء مجلس الإدارة الحمد لله هي تقوم باستقبال الأموال من الموسرين وتوزيع على المستحقين فلدينا بالجمعية الآن والله الحمد حوالي 250 مستفيد ونخدم البلدان المحيطة بالمحافظة مثل المليدة الشمالية وأثال وروض الجواء وغاف الجواء وأطراق ومخرم ومدينة عيون الجواء فأيضا لدينا مستودع خيري المستودع هذا أنشئ على أرض من خادم الحرمي الشريفين المستودع يحوي مستودع للأثاث المستعمل نستقبل الأثاث المستعمل ونقوم بترميمه وتوزيعه على المستحقين لدينا ثلاجة أيضا نستقبل فيها التمور واللحوم ثم توزع على المرسلين يتبع الجمعية أيضا روضة أطفال ملك يعني قامت الجمعية ببناءه على الطراز الحديث يدرس فيها حوالي 100 إلى 110 أطفال موجودة تبع الجمعية أيضا الجمعية والله الحمد يعني تنبهت للاستثمار ومستقبل الجمعية على بي فقامت والله الحمد بعمل استثمارات لها فوالله الحمد الآن لدينا استثمار يخص الجمعية في الرياض وفي برهيدة وفي غيون الجواء نعم والحمد لله يدرن على الجمعية مبالغ لا باس بها وآخر المشاريع للجمعية المبنى الواقع الآن على تقاطع الملك فهد مع الملك عبد العزيز باتفاع خمسة أدوار يحتوي على محلات تجارية وعلى شقق حوالي 21 محل و70 شقة هذا المبنى الآن ولله الحمد على وشك أن ينتهي عظم يبقى عاد التشطيب وما يتبعه نتوسم إن شاء الله بأهل الخير الداعمين أن نكمل هذا المبنى ليكون رافدا للجمعية إن شاء الله ولدينا أيضا لجنة من ضمن الاختصاصات الجمعية لجنة تيسير الزواج فلجنة تيسير الزواج الحمد لله الآن يمكن حوالي أكثر من 30 شاب استفادوا من اللجنة فاللجنة عندها نظامين نظام إقراض ونظام نظام إقراض بدون فواعد ونظام يعانة من كان راتبه يقل عن 5000 مثلا على سبيل المثال يعطى يعانة مقطوعة وأما من يزيد راتبه عن 5 إلى 7 ألاف يعطى قرض 30 ألف ريال ويقوم بتسديده شهريا 1000 ريال وإذا كان منتظما تحذف منه الخمسة الأخيرة وكذلك يعطى قرض آخر لمن راتبه أكثر من 7 ألاف يعطى 40 ألف ريال يسدد على 30 شهر ويحذف عنه الخمسة الأخيرة إذا كان منتظما والحمد لله العمل ماشي وأهل الخير والموسرين كثر والحمد يصيبون أحد يعمل ماشاء الله ما قصرت والله يعطيك العافية مشاهدي العزاء أستعذنكم في فاصلا قصير ولو عاود الحديث مع ضيوفي وضيوفكم أهلا بكم مشاهدي العزاء من جديد الاستاذ صالح بن حمد الصبيحي مساك الله بخير أنت مدير الأوقاف وودي الطريقة التي تشوفها وأن تتحدث عن الأوقاف حتى أنا كان كنا قبل التسجيل نتحدث عن مسجد قديم في المحافظة أترك لك الحديث عن الأوقاف في المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأحييك يا أستاذ علي على هذه الزيارة وأحيي قناة الساحة على هذه الزيارة المباركة ونعم تأسست إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة عين الجواء في شهر صفر من عام 1418 قام افتتاح المكتب صاحب السوم الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحفظ سعادة المحافظ محمد بن عبدالله الحجياج وانطلق هذا المكتب للإشراف على ما يقارب 147 مسجدا و22 جامعا ونعم كما تفضلت يا استاذ علي كان فيه المسجد القديم على ما ذكر الأخوان في البلدة القديمة حسب ما ذكر لي أو يعني التاريخ الذي استطعنا الحصول عليه تقريبا أنشئ المسجد في عام 1265 نعم في عام 1265 حسب ما ذكر لي طبعا ذكر لي كذلك أنه صلى فيه فيصل بن تركي وذكر لي الوالد رحمه الله أنه صلى فيه الملك عبدالعزيز كذلك نعم فيعتبر من أقدم جوامع المنطقة نعم منطقة القصيم لا سيما أنه يقع في محافظة عيون الجواء وكما ذكروا الأخوان عن عيون الجواء وماءها وعارف القديما كأن الناس تتبع الرعي وتتبع المناطق الربيعية بالنسبة للمساجد تقريبا نشرف عليها إشراف ومتابعة من قبل الأئمة والمؤذنين والمساجد متابعة المساجد العناية بالمساجد فالحمد الله في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ومتابعة سمو أمير المنطقة وسعادة المحافظ نقوم بالصيانة المساجد الصيانة الخفيفة الصيانة الذاتية وفي دعم والله الحمد والمنة وكما تعلمون من ناحية بناء المساجد وتشهيد المساجد فأهل الخير كثروا بهذه البلد والله الحمد والمنة فحظينا والله الحمد والمنة بجامع تبرع فيه الملك فهد رحمه الله والموجود معلما حضاريا يساند يساند تقريبا المنطقة كلها وبنفس الوقت يدعو إلى الرجوع للخلف من عام 1265 المسجد القديم نعم فنحمد الله ونشكره على ذلك الجامع له إدارة مستقلة ويوجد فيه الأخوان مشرفين يشرف المكتب كذلك على مكتبين لتوعية الجاليات نعم وعلى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عيون الجواء نعم والحمد لله يعني المكاتب خصوصا المكاتب التعاونية للدعوة للأرشاد كما تعلمون ويعلم أخي المشاهد أن مهمتها الدعوة إلى الإسلام صحيح الدعوة إلى الإسلام والحمد لله عند أن يوجد في المكتب الآن تحفيظ القرآن الكريم بلغتهم تقريبا بلغة الداخل إلى الإسلام حتى يستطيع يحسن القراءة ونحمد الله ونشكره أنه تقريبا في الشهر يسلم ما بين ثلاثة إلى أربع إلى خمسة أشخاص أنا كنت أسألك عن هذه النقطة التي الداخلين في الإسلام نعم يدخلون في الإسلام شهريا تقريبا من ثنين إلى خمسة ما شاء الله هنا في المحافظة ما شاء الله يأتون وينطقون الشهادة وترفع أوراقهم لإدارة فرع الوزارة في منطقة القصيم للشيخ سليمان بن علي الضالع مدير فرع الوزارة في المنطقة ويتم تغيير تعرف تحويل إلى الجهات الأمنية الجوازات وإذا كان فيها المرور على أساس الرخصهم وتعديل أسماءهم وذكر أسماءهم تعرف الطريق المتبعة صحيح الله يجزاكم خير الله يجزاكم خير أهل السادة محمد بن علي الرباح مدير المستشفى والمسؤول عن القطاع الصحي بساك الله والخير بساك الله والخير بالنسبة للقطاع الصحي يحوي المقطاع الصحي على مستشفى محافظة عيون أجواء والذي يضم خمسين سرير يخدم المحافظة والبلدان المجاورة لهم يعتبر المستشفى يخدم منطقة القصيم أو شمال مدينة بوريدة حتى حدود منطقة حائل نعم المستشفى يحتوي على بعض التخصصات الهامة كالجراحة نعم كالباطنة والعيون والنساء والولادة والأطفال نعم يوجد فيها الطواري خدمة 24 ساعة نعم كذلك يضم القطاع الصحي عشرة مراكز صحية اللي هي اللي هي مركز صحي عيون أجواء ومركز صحي القرعة ومركز صحي وثال مركز صحي أقوارة مركز صحي كبد مركز صحي صلوبية نعم ومركز صحي طراق مركز صحي شري نعم ومركز صحي مدرج ومستشفى قصيبة العام نعم يخدم هذا القطاع قرابة 37 ألف نسبة طبعا المراكز الصحية متراملة الأطراف جميع هذه المراكز تحيل للمستشفى ومن ثم المستشفى يقوم بخدمة هذا المريض وإذا احتاج المريض إلى أنه يحال إلى مستشفى مرجعي كمستشفى الملك فهد التخصصي فإنه يحيله إلى مستشفى الملك فهد التخصصي طبعا يعمل بهذا القطاع أكثر من تقريبا ألفين موظف ما بين موظفه وموظف والحمد لله حظي القطاع الصحي الآن باعتماد مركزين صحيين اللي هو مركز صحي الغافل جوا ومركز صحي المخارم وإن شاء الله جاري افتتاحهم بالوقت القريب إن شاء الله ليخدم هذه البلدان الآن أنشئ المستشفى حديث يضم أو يحتوي على أكثر من مئات سرير جاري تنفيذه المستشفى السابق كم سرير؟ خمسين سرير خمسين سرير والآن بيصير فيه مستشفى جديد مئات سرير أي أكثر من مئات سرير موازي لخدمات المستشفى القديم أو له نفسه؟ بالنسبة للمستشفى الجديد يكون أعلى نعم طبعا فيه تخصصات دقيقة هل فيه دمج بين المستشفىين أو لك المستشفى مستقل عن ثاني؟ لا هينتق للمستشفى طبعا حسب للآن أنه ينتقل المستشفى ويضم تخصصات دقيقة نعم مئات سرير فيه يوجد فيه عناية مركزة يوجد فيه عمليات دقيقة والحمد لله يعني الآن على تسليمه كمباني جاري إن شاء الله بالوقت القريب استلامه وتجهيزه إن شاء الله والحمد لله من متابعة المحافظ والأهالي هنا والمديرة الشورة الصحية والأرصم سعد مدير عام الشورة الصحية متابعين لهذا على سنه يفتتح أو يبدأ عمله بالقريبة العاجلة إن شاء الله ليخدم هذه المواطنيين والمقيمين على حد سواء حسب توجهات ولاة أمرنا حفظ الله ما قصرت مشكور الأستاذ أحمد بن ناصر المدير فرع الزراعة مساك الله والخير يا هلا والله مرحبا نحن سعداء بلقائك في هذه السهرة الجميلة إن شاء الله نحن كذلك أسعد والله الحمد والحقيقة على مقال نشرف بكلمة سعاد محافظ عيني الجواء الذي تكلم عن الدوار الحكومية وقاتنا على حكومتنا الرشيدة نعم أما ما يتعلق وزارة الزراعة فوزارة الزراعة منشئة عمل 401 وتختم المزارعين اللي هو مكتب زراعي فرع الزراعة نعم وتختم المزارعين من ناحية الإرشاد ومن ناحية تروى الحيوانية وله ندوات كل ثلاثة أشهر نعم في أحدى المزارع عن عن أي موضوع نتكلم عنه مثل عن الحيوانات تروى الحيوانية نعم نجمع المزارعين ونتناقش معهم نعم عن ما وش ما يصيب منهم نعم زراعة قديمة في محافظة عيون الجوة طبعا زراعة قديمة كان السقي المعروف نعم والآن تخلوا عليهم بالأجزاء الحديثة نعم كم زراعة المحافظة عندك حصائية لها تقيبا حوالي 2000 مزرعة ما شاء الله تقيبا في أي جهة من المحافظة من هنا إلى حدود حاجة في أي جهة من المحافظة هل هي في جهة معينة نعم جميع المراكز يعني مثل مخارج المطرق الفيضة القراين أصلوبية الروض أثال كل هذه مزارع وشاسعة نعم ولا تنسى عندنا مشروع الوطنية أكبر مشروع في الشرق الأوسط نعم أكثر زراعة هنا في عيون الجوة ما فيها أكثر عندنا بيوت محمية خضار نعم عندنا برسيم عندنا موسم كالقمح نعم فالمزارع النخيل النخيل عندنا لا يقل عن 300 إلى 250 ألف نخل ما شاء الله وأكثر أكثر 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 النخيل المزروع من النخيل السكري الأخلاص نعم هذه الأكثر عندنا نعم ولكن جميع أنواع النخيل موجود عندنا الأخوان تكلموا عن أن الأرض صخرية بعض المواقع أي بعض المواقع صخرية أي نعم ولكن الوقت الحديث ما نقول صخرية مدام عندنا الحارة الحديثة تزيل نعم ولا فيه ولا الحمد آيق نعم بالنسبة لأرض المزارع هل هي أرض مبسطة بشكل عام بعيون الجوة نعم الغالبية مبسطة ولا الحمد نعم طيب من اللي يستفيد من من الانتاج الزراعي في محافظة عيون الجوة هل هي مراكز عيون الجوة وإلا منطقة القصيم أو حتى خارج المنطقة منطقة القصيم وخارج المنطقة نعم لأنه يشال من هنا للسوق على طوال نعم ويودع نعم عندنا بيوت محمية عندنا مثل مزارع المنيرة مزارع كله موجودات كله بيوت محمية نعم وانتاج نعم ثر الحيوانية لا يقل عن 200 ألف راس ما شاء الله لأبل 5000 راس تقريبا ما شاء الله الأبقار 4000 راس ما شاء الله كله مدوعين ما شاء الله مشكور ما قصر الأستاذ عبد الرحمن ومعد الكريم العقيل مساك الله بالخير الله يمسك بالخير حياك الله أنت ما شاء الله عليك مدير مكتب التربية والتعليم وش تبي تحدثني عن التعليم في محافظة عيون الجوة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وعلى وصول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحقيقة أنها فرصة سعيدة نلتقي بها الوجهة الطيبة وزملائنا في القناة الساحة نرحبهم ونهليبهم بها المحافظة الطيبة الحقيقة وفرصة أيضا لإلقاء الضوء على محافظتنا الطيبة بكل ما تتميز به وبما منحها الله من فضل الحقيقة أنه المحافظة ولله الحمد تحظى برعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولاة أمرنا في كل مناح الحياة التعليمية والصحية والبلدية كما ذكر الزملاء كلهم الحقيقة كما أنها ولله الحمد وفقت برجالات لهذه البلد ولله الحمد يحملون همها ويعملون لصالح بلدانهم ولصالح مواطنيهم وعلى رأسهم الحقيقة سعادة محافظنا الشيخ محمد بن عبدالله الحجاج وزملائه وأخوانه في مدراء المكاتب ومدراء الدوار الحكومية عندما تحدث عن التعليم بالذات الحقيقة التعليم ولله الحمد شهد تطورا كبيرا ونهضة متطورة ولله الحمد كان التعليم في البداية تعليما بسيطا بدأ من سنة 1369 بافتتاح المدرسة السعودية وكان قبل ذلك هناك طبعا مدارس صغيرة بالمساجد والكتتيب مثل ومثل المدارس في مناطق المملكة ثم تطورا التعليم عندنا ولله الحمد بشكل كبير حتى وصل المدارس عندنا إلى أكثر من 70 مدرسة ما شاء الله ولله الحمد أيضا عدد طلابنا في قطاع التعليم في عيون الجواء يزيد عن 8600 طالب وطالبة الحقيقة أن التعليم عندنا مر بمراحل وفتتح قبل 13 سنة مكتب الإشراف التربوي ثم بعد ذلك وبعد توحيد المكاتب التربية وفتتح عندنا وعدل مسمى إلى مكتب التربية والتعليم بعيون الجواء التعليم كما ذكرت ولله الحمد يشهد تطورا ونهضة كاملة ومعظم مباني المدارس ولله الحمد مباني حكومية على أعلى طراز ولله الحمد وأيضا مجدول للمنطقة مشاريع أخرى جديدة بحول الله ستكون إن شاء الله رافد للمباني الموجودة أخيرا أيضا أشكركم على زيارتكم ورحبكم بين أهلكم وإخوانكم وتمنى لكم طيب الإقامة تسلم بالنسبة للتعليم الجامعي نعم بالنسبة للتعليم الجامعي في كلية للبنات نعم كلية الأداب والدراسات في العيون وفتتحت العام الماضي نعم وهناك أيضا خطة بحول الله أنه يفتتح لها مباني جديدة وتنتقل إلى مباني جديدة بإذن الله نعم بالنسبة لتشجيع الطلاب نعم عندكم جوائز معينة جدا طبعا نعم العمل الرئيسي لنا هو تحفيز الطلاب نعم لأنه وجدنا أنه التحفيز والتشجيع هو الوسيلة الأمثل والأسلم لحصول النتائج المرجوة بإذن الله نعم فنحن ولله الحمد في زياراتنا وفي حفلاتنا نكرم الطلاب ونكرم المعلمين ونكرم حتى المتقاعدين ولله الحمد لأنه الجميع يحتاج إلى نوع من التحفيز والمكافأة نعم لا شك نعم ما قصر تلا يتك العافية سعادة المحافظ أنا ما شاء الله أشوف هالتظافر الجميل بين الأخوان المسؤولين لك تعليق على هالجانب الحقيقة لا يفوتني أنا أشكر قناة الساحة والعملين بها على مبادرتهم هذه المبادرة الطيبة بزياراتها للمحافظات والوقوف على كثب هذا التطور الهائل في هذا الأهد الزاهر الحمد لله يعني حتى يطلعون المواطنين ما تعيش به هذه المحافظات وما يعيش به هذا المواطن فحن نحمد الله جلة قدرته أما بالنسبة للتلاحم بيني وإخواني وزملائي فهذا ليش بغريب حن يد واحدة وتوجيهات سم سيدي أمير المنطقة فيصل بمندر بن عبدالعز حفظه الله ووفقه دائما هو اللي يجمع يجمعنا ويجمع المواطنين ويأخذ بأرائهم ويوجيههم التوجيه السليم كما أن سم نائبه فيصل بمشعل بن سعود عبدالعز كذلك دائما يحثون على التلاحم والتعاون فيما بيننا وسم أمير المنطقة حفظه الله وزع اجتماعاته مع المحافظين والمسؤولين في كل جلسة في محافظة حتى ما يحصروا في مكان يكون التلاحم والتعاون والتكاتف ولا ابتلاع على المحافظة الأخرى شيء طبيعي فهذا والأخواني وزملائي أنا وإياهم في الخندق واحد ونرجو الله أن يحسن لنا العاقبة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويحفر ولاة أمرنا ويحفر خادم الحرامين الشريفين وأن يجعل كل عدو لهذه البلاد أن يرد كيده إلى نحن اللهم آمين يعني نحن نعيش في نعمة نعيش في أمن نعيش في استقرار تلاحظون ما يحيط بينها من يمين الحمد لله تلاحظون ما نعيش به أمن الحمد لله والله ثم والله باب قصرنا أنه ما سكر منذ ثلاثين سنة ما ذي نعمة الحمد لله نعمة لا تخشى إلا الله يا رب لك الحمد والدولة تسعى وتبدل القصارة والجهد لأمن وراحتها للمحن حنا بخير والله الحمد حنا بخير الله يدم علينا يا رب حنا بخير الحمد لله نرجعنا لك إن يرد كيد الكايد لنا اللهم آمين قريب أو بعيد اللهم آمين هذا النبو اللهم آمين ودي بالنسبة لرجال الأعمال وتعاونهم في مشاريع المحافظة والله يبشرك رجال الأعمال والمواطنين يد واحدة نعم أبداً لا يدخل نوسع في التعاون مع المحافظة نعم ومعنا ومع المسؤولين دائماً يمدون يدهم في كل ما في مصرح للوطن والمواطن نعم ما قصرت الله يعطيك العافية الأستاذ صالح بن عبدالله الضالة رئيس البلدية نكرر التحية فيك مرة ثانية أنا ودي طلب عنا أسألك عن المهرجانات والترفيه فيما يخص محافظة عيون الجواء نعم محافظة عيون الجواء تميزت بكثرة الحدائق يعني وقد سماها البعض مدينة الحدائق ما شاء الله الحمد لله لدينا الآن أكثر من 650 ألف متر مسطحات خضراء وأشجار وعدد كبير من الحدائق والمنتزهات بعضها انتهى وبعضها جاري العمل فيه هذه الحدائق والمنتزهات أصبحت مناطق جذب لأهالي المحافظة وأيضا من خارج المحافظة مما جعل البلدية تفكر في إقامة بعض المهرجانات في هذه المنتزهات وهذه الحدائق عقمنا العام الماضي مهرجان الصيف بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة وأيضا مهرجان الربيع في المنتزهات ولاقى حقيقة إقبال المنقطع النظير لم نتصور الحجم الأسر التي ارتادت هذا المهرجان فيه هناك أيضا الأسر المنتجة الأسر المنتجة هي لهم أكشاك في المنتزه العام وخصص لهم مواقع وحقيقة سواء من أصحاب المحلات يعني عرضوا بضائعهم وأصحاب المنازل اللي هو الأسر المنتجة أو المتسوقين من المحافظة ومن خارجها هذا إن شاء الله في السنوات القادمة بحول الله سنحاول أيضا تلافي إذا فيه أي ملاحظات في الماضي وتوسيع هذه المهرجانات ومدة يعني أو زيادة وقتها هل الأسر المنتجة فيه موسم معين ولا الأماكن المخصصة لهم بشكل دائم الأسر المنتجة يعني نحاول قدر المكان يعني أماكن المهرجانات لكثرة المرتدين لهذه الأماكن فصمم لهم يعني مواقع معينة للأسر المنتجة لتشجيعهم أيضا وللاستفادة من ما يعني قد يعني يجدون من أكلات أو طبخات أو لبيعها وتسويقها في هذه المنتزات أحب أن أشير إلى أن البلدية الآن حاليا تقوم بتنفيذ سوق تجاري كبير وصمم عدد من المحلات لإقامة أو لتكون هذه المحلات مكان دائم للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم والاستفادة من ما قد يعني يجدون من أكلات أو طبخات لبيعها طوال العام نعم بالنسبة للإشراف على إشراف البلدية على الأسواق نعم الإشراف طبعا البلدية لم تغفل هذا الجانب حقيقة أي شيء يتعلق بالصحة العامة تقوم بالإشراف الدقيق على المحلات التجارية على المطاعم على أي شيء يتعلق يعني نحاول جاهدين أن تكون هذه المحلات مستوفية للشروط الصحية من حيث العاملين من حيث حتى يعني سيارات الطلبات هناك توجيه بالاهتمام ومتابعة هذه المركبات التي توصل الطلبات سواء للمنتزهات أو للحدائق وكذا ففي هناك تنسيق ما بين البلدية والجهات الأمنية لمعرفة صحاب يعني من يوصلون هذه الطلبات الحقيقة يعني الجانب الذي يتعلق بالصحة العامة يعني البلدية يعني أولى تهتمام كبير بحيث لا يقتصر فقط على الدوام الرسمي حتى في آخر الليل يعني هناك مراقبين يعني جدولة مجدولة يعني أعمالهم يعني المرور على هذه المحلات في أي وقت والحمد لله يعني يعني الوضع جيد نحمد الله ويعني لم تظهر أي حالات يعني ما هو مشاكل أو شكاوة من مواطنين يعني لدينا بل أيضا أرقام للتواصل مع المواطنين لملاحظة يعني أي شكوى أو أي مشكلة لدى أي مواطن ما عليه الله يتصل بأرقام تواصل للبلدية للطوارئ وهناك فريق لتنسيق مع المراقبين الميدانيين للمرور على هذه المحلات نعم ما قصرت مشاهدي العزاء فاصل قصير ونواصل الحديث مع ضيوفي وضيوفكم مشاهدي العزاء أهلا وسهلا بكم من جديد الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الهرباح نحن ما استكملنا الحديث معك يمكن أن أنت ما شاء الله عليك عندك الكثير تبي تتحدث عنه تفضل نحن تطرقنا ما تطرقنا عنه بتاريخ البلد فحب أني أعرج على موضعي المهمات واحدة الاقتصاد نعم والثاني العلم نعم الاقتصاد بعين البلاء بعين الجواء قديما بالبلد تركز على ثلاث جوانب جانب الأول إنتاج الزراعي نعم والإنتاج الحيواني والتجارة نعم وجانب مساند له ما هو الصناعة نعم الصناعة تتعلق في إنتاج الحيواني والزراعي الزراع بالبلد كما ذكرنا عيون الجواء من عيونه فاشتهرت بالزراعة وكانت مصدر إنتاج زراعي للبلد والبلدان المجاورة له تغطي الأسواق المجاورة تنتج الزراعة بزمانها كانت تركز على الحبوب أكثر شيء نعم والتمور والاستلاك الحبوب والتمور طبعا للبلد وغير البلد خارجي ولد اقتصاد خارجي والإنتاج اللي هو صعب نقله هكا الحين لا يسهل اللي هو الخضار وخضار أشياء المنتجات الآنية كان فيها اكتفاء ذاتي وجيد جدا يعني تغطي البلد الجانب الثاني اللي هو جانب التجارة التجارة اشتهرت عيون الجواء من قديم بقوافل التجارة ورحلة التجارة غربون شرق وغرب جلب التجارة للبلد وتصدير منتجات البلد إلى خارج البلد واشتهرت عيون الجواء بسوقها القديم نعم جدا اشتهرت من بين أسواق القصيم فيها سوق تقريبا يتجاوز محل تقريبا حوالي ممكن بها أكثر من أربعين محل تجاري نعم تزاول جميع مال التجارة نعم السوق هذا فيها سوق فيها الأشياء اللي هي مستديمة الحفظ مثل الحبوب والتمور والطحين والأشياء هذه والأرز وتسوق فيها الأشياء لانية مثل الخضار والخواكه وسوق برضو تسوق فيه الملابس وملابس وحاجة لذاء والصناعة من المنتجات الصناعية لبلبلد ما يتعلق بالزراعة من أدوات الزراعة ما يتعلق بالحيونات فيتعلق بالمنازل بناء إنشاء المنازل والبيوت السوق هذا اشتهر جدا يا أمه من بعيد وقريب يقصد نعم واشتهر جدا ضمن الأسواق المشهورة نعم بالنسبة للعلم نعم العلم برضو هالعيون اشتهرت اشتهر كبير جدا بالعلم يمكن هذا ظهر جلي كثير جدا بعد النهضة من انتشار العلم يعني الجوا وبناء عيون الجوا في كل مكان مشاركة ارتاده والعلم فكان اشتهرت بالكتاتيب ويمكن نعرج على بعض من هذا أول شيء بيت المسجد اشتهر علماؤه ونروح مثلا المختصة بهذا مثل مطوع السايح الرديني الراجح المطلق هذولا مشايخ اشتهروا بالبلد بالتعليم تعليم تقريبا خدمة البلد ومجاني فتحين بيوتهم ويعلمون ما يتطلبهم مرحلة مرحلة لعاشه من علم العلم الشرعي والعلم الأدب وعلم الحياة العامة والاجتماعية بشكل عام نعم فكان اشتهر جدا العلم بيعون الجوال إذا رأيت أنه بعد ما فتحت المدارس صار فيها اكتفاء أول ما فتحت المدارس كان فيها اكتفاء معلمين من البلد نعم بالنسبة للمعلمات القرآن للبنات عندنا يمكن بيت رديني تكريبا أنه أكثر ما يشتهر بنساءه بالتعليم نعم فيمكن حنا على ما طلعنا أول ما طلعنا ما شاء الله بناتهم لقين حفظات القرآن متعلمات ودرس وهذا فيه ما شاء الله كثير من العوائل بس أنا حصية حب ما أحب توسع لكن كل العوائل فيه الناس متعلمات نعم الأستاذ عبد الرحمن من صالح الضالع أنا ملاحظا في يدك ورقة كانك تبيت تحدث عن وضوع معين نعم الحقيقة أنا تكلمت عن جمعية البر الخيرية والعمل الخيري بعين الجوال الحمد موجود في عدة مواقع هناك جمعية تحفيظ القرآن الكريم أيضا تضم عدد من الحلاق وعدد من وتخرج منها كثير من الحفاظ والله الحمد وهي أيضا من عام 1407 حتى الآن قائمة ويرأس رئيس مجلس إدارتها المحافظ محمد عبدالله الحجاج وعدد من الأعضاء أيضا هناك من العمل الخيري اللجنة التنمية الاجتماعية التابعة للشؤون الاجتماعية بالقصيم وهي الحمد لله تقوم بأعمال العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والنوعية للمجتمع وتوعية المجتمع من خلال أنشطة تثقيفية وتقدم العديد من الدورات والتدريب التي ساهمت بشكل فعال بخدمة الأهالي واللجنة لديها معهد تدريب معتمد من معهد تدريب للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية معتمد من مواسطة التدريب التقني والمهني بالقصيم وتابع للمواسطة العامة للتدريب الفني ما قصرت شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة الله يسهل أثناء كلام الاستاذ عبد الرحمن الرباح كاني ملاحظة أنك لك تعقيب معين والله أنا أشكر لك عبد الرحمن وللي لكن هي مضحة على العيون نعم أن بعض ناس يفهمها غير معناه نعم ومن الصدف صار بيني وبين الشيخ محمد الصالع ثيمين نعم في مطار القصيب الله يغبر له الله يرحم حمي الوطيس بيني وبينه نعم الله يرحم دخل علينا المسؤول الطيران قال والله ما جبنا لكم وقال اسمحوني الطير التقلع نعم قال لي قلتونا مثل مضحة على العيون الشيخ محمد اي قلت يا شيخ مضحة على العيون رجوله نعم قال لا يعني أكل يوم والله أجعله محرم قلت يا شيخ مضحة على العيون راحوا مع مدن القصيب نعم لما وضحوا نسيوا قناد القهوة نعم قالوا وراء ما راح ينشح هذا الناس نمر وقبوا ساعتين نأخذ القهوة نعم لكن شبوا دلالكم ودقوا نجركم نعم وصبوا قهوة ولا يصير شيء نعم ويقبوا ساعة قلنا القهوة نعم قال لا قلت الله يحفظك ويمد بعمرك نعم على عمله صالح ويجيب الله لي مؤذن جاء مع المطار نعم قال يا شيخ والله هذا كلام ماذا يقول أبوي أو جدي أنه معها لحمل نعم أنه يقول هذا الصحيح نعم قال أستاثر الله وتوب قلت لا لا يمكن يا شيخ أستاثر الله وتوبه لكن أبيك تزورنا وتلقي محاضرة وتعش عندي نعم قال وزوه وزارنا والقى محاضرة وتعش عندي الله يرحمه الله يرحمه هذا من الصدف الغريب الله يرحمه فيها الحقيقة برجولها ما هي الحمد لله نعم الحمد لله نعم وأن نرجي لنا الله يحفظ ولا تأمرنا نعم وأن يهيي لهم البطانة الصالحة وأرجوكم رجاء أن ترفحونا كفة الظراع إلى الله أن يحفظوا لا تأمرنا الله يحفظوا لا تأمرنا ويرزقوا البطانة الصالحة وحن ابن عيم اللاح الحمد لله آمنوا استقرار والرسول ومن آمن من أصبح آمنا في سربة معافا في بدن عن نقوة يومه كأنما حسنا الدنيا العالم حن عندنا سنين ونشكركم أنتم يا قناة الساحة ونرجو الله أن يوفقكم وأن يأخذ بيديكم لا فيها الخير وأن يجعلكم إن شاء الله صالحين مصلحين تنقلون أخبار بلدكم صال لله الحمد نفخربه في أي مكان كما أسأل الله أن يحفظ أمير المحبوب صاحب السمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأن يسعون دائما للنهوض بهذه المنطقة ومتابعة مشاريع الدقيق والجليل ويوصون بالتكاتف والتلاحم وهذا من فضل الله سبحانه الحمد لله الحمد لله حنا شاكرين على هذا الوقت الجميل الحلو اللي قضيناه معكم وحديث الزملاء الحمد لله الكرام وما قصرته وأنا متأكد أنه فيه جوانب كثيرة عن محافظة عيون الجواء ما تكلمنا عنها لكن حنا محصوريني بوقت تكررون الوقت لكن إن شاء الله نتمنى أن يكون لنا معكم إن شاء الله لقاءات أخرى في برامج أخرى إن شاء الله إن شاء الله في نهاية هاللقاء أنا أشكركم جميعاً وأخذت من وقتكم وتعبدكم معي مسرورين الله يجزاكم خير شكراً لكم الله يحفظ شكراً لكم شكراً يا أخي شكراً شكراً أبو أعزاء المشاهدين هكذا يمضي الوقت سريعاً عندما يكون مستوى الضيوف كمستوى ضيوفي الكرام في محافظة عيون الجواء في لقاء آخر إن شاء الله من برنامجكم سهرة من القصيم وفي محافظة أخرى لي معكم لقاء إلى ذلك الحين أترككم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة